فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتلقى اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تعالى على الهواء مباشرة بحول الله تعالى وتوفيقه وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم طيب خلونا ناخد أول الاتصالات السلام عليكم وعليكم السلامة وبركاته تفضل يا بنتي معلش يا شيخنا كنت عايزة أسأل بس عن ندلات كده في البيت طبعا ممنعوا الصلاة فهل يجوز أن نحن نصلي حوالي 8 تنصار الرب الأسرة يخطب بنا مثلا يعني كم صلاة جمعة في البيت السؤال الثاني ما رأي سيتك في غلق المساجد أنها تهزن في قلوب والسؤال الثالث مع السيتك لو أنا وأنا بكرأ في القرآن بيسقط مني مثلا تشكيل غنى قصة بدون قص تسقط مثلا مني فهل هذا فيه إشكال مستغل راضع فهل يجوز أن البنت أو الولد الأم تغضب عليهم إلى شيء ما في نفسها بس هي بتقول أنا غبان عليكم ويا قلبها راضي فهل هذا فعلا يبقى فيه زنب على الأم أو فعلا يسقط على الولد أو البنت شيء ما من النولى سبحانه وتعالى ومعليش سؤال بقى تعبني أنا جدا لو هو سؤال أنا متغلصة من مثلا أولاد أخت من شيء فعلوه معلي فبجاهد مع المولى سبحانه وتعالى كتير بالدعاء عشان ربنا يزيل هذه الغمة من قلبي مثلا من نحوهم وبضيّن له معكس ذلك فقال كده يبقى أنا يعني تحت المنافقين وجزاك الله عنا خير معنا السلام اللهم استعان طيب أم محمد السلام عليكم أم محمد السلام عليكم ورحمة الله انقطع أم محمد أم محمد معنا ولا انقطع يا أستاذ أيمن طيب طيب السلام عليكم أم محمد السلام عليكم ورحمة الله أم محمد ايه يا أحمد عامل ايه يا أحمد أخبارك عامل جدا والدتك جنبك ولا بعيد يا أحمد يا أم محمد أنقطع أصولarme يا أم محمد يا أم محمد أكد عمل قلبي مقعا데 ία أكد قبل أكون مقعا데 جدا من قبل احمد لو جنبيك اللي مين يا ام احمد طيب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا بنتي اه مشيخة يكون ليا سؤالين غير يا رب اول سؤال انا والدتي اتخنقت مع خالي ايو وقالت له يكون حرام لو انا دخلت بيتك ايو وهي دلوقتي عايزة تروح حاضر 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 يا بنتي ده السؤال الاول تاني السؤال انا والدتي برضو اتخنقت مع والدي وحلفت بالمصحف ان ايه لليها دعوة بفلوسه ولا كده ايو سيدي بنتي كانت تعمل ايه عشان ايه حلفت بالمصحف طيب حاضر شكرا ماسي يا بنتي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا شيخ مرحبا حياكم الله الحمد لله الله يبارك فيك معك عبد الناصر ان شاء الله جبال فضل يا اخ عبد الناصر صلاح الله حالك ان شاء الله يا شيخ بعدي اسمك عندي ثلاث اسألة خيرا فضل السؤال الاول كيف صلاة الحاجة وما حكم التوسل الى الله بالنبي الله ما نتعلك بنبيك يعني الدعاء قالتني دعاء ما حكم واحد صاحبي اسمه محمد ايو ما بيصليش قال لي انت هتصلي قلتلي اه هصلي قبل ما ربني يكريمك ان شاء الله ويتأخذك قال لي انا ابننا مسلم قلتلي لا انت كافر ايو تمام تاني حاجة مريض بمرض الوسواس يا شيخ لمسح الفجر وبعرفش نام تاني بنام بيدي بصعوبة ينفع صلي الفجر بعد طول الشمس حاضر حضلك يا خير يا شيخ وبركاته ماسي يا ابن الله كلمه صدر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله تفضلي يا بنتي تفضلي انا معاك يا بنتي تفضلي حضر لك انت عايز اسأل انا دلوقتي يا شيخ تترائي القرآن ايه معايا حضر لك تترائي القرآن ايو اه لما اكره القرآن بدون وضوء ولا لازم ان يكون فيه وضوء وفي نفس الوقت انا لما هزي الوقت يا مجي اكتب يعني انا بكره عشان يكتب المطحة اه قبل رمضان بيبقى رسلا طابل الجزء اتنين لسه ما قرأتهمش في اسر القرآن ابدأ من اول تاني من اول رمضان ولا كامل عادي حاضر والقرآن لم بيكون بكره يا شيخ والازم بيأزم اوقت القراءة ولا عادي اكمل قراءة لأسماء الازم حاضر السؤال الثاني انا دلوقتي زوجي ليه بنت خالتو ايه اه بنت خالت جوز بنت خالت زوجك او لما بتجي تسلم على جوزي بتسلم عليه ويتبسه هنا ومن هنا وهو بيبسها في صغورتها كده اه انا بقول له كده حسامه ما ينفعش يقول ليها هي اختي في الرضاعة واحدان هي اختي في الرضاعة فما تبسليش فعاد ان انا بسها ويتبسني حين فعايز اعرف حكم انت كده بعد اذن حاضر يا شباب ولا مسنة لا شباب طيب ماشي يا بنت حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عندي سؤال سؤالين يا عم الشيخ لو سمع خائرا ربنا ديك الصحة ودك العافية يا رب الله يكلمك فضالي اه انا من كنت اول ما تجوزت كده ما كانش حصل ليا خلفة فقلت لذو دي تعالى ان سوهم الاثنان والخميس من شهر رجب وشعبان عسان ربنا يقاه يردع لنا ونخلف بايس انا بقى صومهم دي دي صبر نادر الكلام ده من ثلاثين سنة ولا خمسة وتلاثين سنة حاضر واني بقى صومهم دال هيبقوا لي يعني مثلا بسنة ولا للنازر ولا كفارة نادر حاضر حاضر وذات قمت وصايمة ثلاثة في ايام كفارة نادر مبارع وأول ولا أرض صمت يعني ثلاثة ايام اه ثلاثة ايام كفارة نادر عساني بسيام الاثنان والخميس ظل يبقوا سنة عن الرسول الثلاثة والثلاثة طيب ماشا اه وكمان سؤال تاني ماشا لما بحي ربنا كرامها وحملت اه بصوم قلت هتوم يوم هتوم شهر شكري لله بهي البلدة ولا شكري لله حاضر لو سمعت كمان سؤال واحد بس معنش غاير دلوقتي اللي فيه حديث على الرسول الثلاثة والسلام بقول اللي بيصلي السجر في جماعة بيبقى في ذنة الله واللي بصلي السجر في جماعة بيفضل ويفضل من السجر لما لضوها بيتحكم من عمره تبني في البيت اه حاضر حاضر وزاك الله كل خير وكل عام انت طيب وربنا يدك الصحة وبرك فيك الله يكرمك يا بنت تفضلي الله يكرمك يا بنت تفضلي بنتنا المتصلة الأولى الله يكرمها بتسأل هل يجوز في ظل الأوضاع الرهنة وفي ظل اغلاق المساجد في بلادنا وفي غير بلادنا من بلاد المسلمين انه اهل البيت الواحد يصلوا الجمعة في البيت اه ممكن لو كانت الاسرة مكونة من ثلاثة بالغين فاكثر فيجوز في هذه الحالة اذا كان الاب عنده قدرة على انه يخطب حتى ولو من الكتاب فيجمع الاب الاسرة في مكان من امكنة البيت في غرفة يعني انه نعدها ونجهزها وكل الاسرة يتفضلوا يصلوا مع الاب فيجوز في هذه الحالة لانه الاقل عدد كما هو معلوم يجزئ في الجمعة في ارجح الاقوال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره عليه رحمة الله تعالى ثلاثة بالغين ممن تجب عليهم الجمعة ثلاثة بالغين ممن تجب عليهم الجمعة يعني لو الاب موجود ومعنا اتنين من الاولاد الشباب البالغين يبقى احنا كده بنتكلم في ثلاثة طيب والفتيات والنساء النساء والفتيات ليست ممن يجب عليهم ليسوا ممن يجب عليهم الجمعة فمش يدخلوا معنا في الحسبة يعني لو افترضنا ان الزوج والزوجة وبنتين لحنا كده بنتكلم في واحد فقط اللي هو الزوج الذي يتجب عليه الجمعة فاذا كانت الاسرة عندهم تلاتة من الرجال الذكور ممن تجب عليهم الجمعة يعني يكونوا بالغين ويقيموا الجمعة لا بأس وكون بقى الفتيات والنساء والصغار وغيرهم يصلوا معهم هذا شيء طيب ونسأل الله عز وجل ان يتقبل من الجميع وان شاء الله يكتب لهم الاجر باذن الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد سؤالها التاني بتقول ما قولكم في اغلاق المساجد اولا اغلاق المساجد عندنا في مصر وفي غير بلادنا في بلاد المسلمين الاخرى خاصة الحرمين الشريفين شيء يعتصر له القلب مرارة وآلما دا شيء طبيعي لكن هذا امر حكمت به الضرورة ونحن نعلم ان من مقاصد الشريعة يا اخوة يا اخوات حفظوا النفس وقد تواترت اقوال الاطباء المسلمين منهم وغير المسلمين منهم في جميع البلدان على ان هذا الوباء والعياذ بالله اللي هو كوفيد ناينتين المسمى بالكورونا اولا ليس الاخطر لكنه الاكثر انتشارا وان خطورة هذا الفيروس انه ينتشر في التجمعات وبالتالي حفظ النفس كمقصد من مقاصد الشريعة المقاصد الخمسة الكبرى يحتم ان احنا نتلاشى هذه التجمعات هذا امر امر الثاني ان الله عز وجل امرنا بهذا في القرآن ان احنا نحافظ على النفس قال ولتلقوا بايديكم الى التهلكة وقال فلا تقتلوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار وبالتالي تحتم هذا الواقع الاليم حتم على معظم بلاد المسلمين تلاشيا لانتشار الوباء الذي ربما والعياذ بالله يصيب مئات الالاف ان لم يتعد هذا الى الملايين والعياذ بالله ويكون وباء يفوق القدرات الطبية للدولة ويفوق يعني مهما كان من الاستعدادات التي تبديها الدولة في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين فان تزايد الاعداد بكثرة لا يوجد اماكن للحجر الصحي ومعلوم ان هذا الاجراء احترازي والاجراء الاحترازي اللي هو تأسس بسببه علم الحجر الطبي او الحجر الصحي اللي اسس قديما النبي عليه الصلاة والسلام يوم ان قال فر من المجزوم كما تفر من الاسد ويوم ان قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تقدموا عليها واذا وقع بارد وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه وفي صحيح البخارية قال النبي عليه الصلاة والسلام الا لا يردن ممرض على صحيح يعني لا يدخل المريض ولا يخالط الاصحاء لا الصحيح السليم يخالط المرضى ولا المرضى يخالطه الاصحاء لمضنة نقل العدوى والفيروسات بصفة عامة قابلة للانتقال يعني قابلة للعدوى بالذات هذا الفيروس وان كان ليس مصنفا كاخطر لكنه ينتقل بالملامسة وينتقل بالنفس وينتقل بالرذاذ وينتقل بمثل هذه الوسائل التي ربما تكون مؤدية الى مزيد من الخطورة على صحة الانسان وحفظ النفس اساس لحفظ الامور الاخرى يعني كيف نحفظ العقل اذا النفس مش موجودة وكيف نحفظ المال اذا النفس مش موجودة وكيف نحفظ العرض اذا النفس مش موجودة وكيف نحفظ الدين مش دلم للمقاصد الاربعة الاخرى وكيف نحفظ الدين والمقاصد الاخرى اذا النفس اصلا هلكت وانعدمت وبالتالي هذا اجراء حتمته الضرورة والضرورات تبيح المحذورات لكن ما يعزين وما يسلين وما يرتب نفوسنا أن هذا الإجراء يمنح هؤلاء المحافظين على صلاة الجماعة وحيل بينهم وبينها الآن يمنحهم الأجر كأنما صلوها في الجماعة سواء بسواء ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح المشهور إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما إذا كان الإنسان أثناء صفره أثناء إقامته وأثناء صحته مواظب على عمل من الأعمال الشرعية ذات الأجر العظيم ثم جاءه مرض فأقعده أو جاءه سفر فمنعه أو جاءه عذر كعذر الخوف وانتشار الوباء فمنعه فإن الله عز وجل يكتب له أجر ما كان يعمل كأنه عمله سواء بسواء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم يقول إن بالمدينة أقواما بيخاطب الغزاة معه في الجهاد إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر لي رسول الله قال حبسهم العذر فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوباء ومظنة تفشيه بالتجمعات وغيرها أن يجعله ربنا عز وجل رحمة لأهل الإيمان وأن يجعله كفارة للذنوب وأن يجعله رفعا للدرجات وأن يشفي المرضى وأن يعافي هؤلاء جميعا إنه ولي ذلك والقادر علي وصلى الله وسلم وبركة عن النبي محمد بنتنا كان بتسأل أثناء قراءة القرآن بيسقط منها تشكيلة فتحة ضم مثلا أو غن أو إضغام لا 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 فيه فرق بين الفتحة أداة النصب يعني والضم وكلام ده اللي هو التشكيل وفيه فرق بين الغنة والإضغام ليه لأن هذه من اللحن الجلي والأخرى من اللحن الخفي وأهل العلم يعذرون في اللحن الخفي لكنهم لا يعذرون في اللحن الجلي فإذا وقع هذا فلابد من أن تستدركي هذه الضمة التي سقطت أو الفتحة التي سقطت أو الكسرة التي سقطت أو السكون الذي حركتي لابد أن تستدركي يعني خدت بالك تروحي راجع للآية مرة أخرى وتقرأيها بالتشكيل الصحيح وبالضبط الصحيح لأن الإنسان يعذر في الغنة والإضغام لأن هذا من اللحن الخفي لكن لا يعذر في العادة في اللحن الجلي والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد الأم تغضب على الولاد لا مش عايزين إحنا أن الأم تصل وهي يعني أرحم بولدها وببنتها من جميع الخلق إلا النبي عليه الصلاة والسلام إن هي تغضب يعني قلبها يغضب على الولد وقلبها يغضب على البنت إحنا كآباء وأمهات نغضب من بره من الخارج من بعيد عن القلب يعني ممكن نحتد عليهم في القول ممكن ننفعل ممكن نهاتي معاهم كما يقولون إنما القلب ده قصة تانية القلب أرحم بهم القلب وإحنا بنزعاليهم وبنتخاني معاهم بيدعو لهم بالصلاح ويدعو لهم بالهداية ويدعو لهم بالسداد والتوفيق ليه لأنه لو الإنسان استسلم لغضب القلب على ابنه أو غضب القلب على ابنته ربما يدفعه هذا إلى ما هو أسوأ إنه بعد شوي فجأ إنه اللسان لأنه طبعا ما قام في القلب هيظهر الجوارح والقلب مهيم على الجوارح وخاصة اللسان فلو الواحد استسلم لموضوع الغضب في قلبه على الولد وعلى البنت فبعد شوية ربما يتجرأ اللسان على السب والشتم وهذا ممنوع وربما يتجرأ اللسان على ما هو أسوأ ألا وهو الدعاء على الولد أو الدعاء على البنت وهذا أيضا ممنوع وكلاهما محرم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أبنائكم ولا تدعو على إخوانكم ولا تدعو على أموالكم إلى آخره إلى آخر الحديث عنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد برضو أختنا كانت لها سؤال تقريبا درابع ولا خامس بتقولي أن أولاد أختها تقريبا يمر في أزمة ولا يعني أصابهم شيء من المكروه فتسبب هذا أن هي زعلانة منهم وقلبها يعني مشحون بسببهم بسبب المشاكل السابقة دي ولكن هي بتقبلهم وقبلها كويسة وتحسن إليهم في الظاهر فيبقى كذا هي منافقة لا 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 أبدا هذا ليس من النفاق هذا من مجاهدة النفس لأنك إنت لو استسلمت للشحنة الغضب اللي جواكي هتسيئم عملتهم في الظاهر وتسيئم قبلتهم وربما يكون هناك ما هو أسوأ من هذا لكن أنت الآن تجاهدي ما قام في قلبك من شحنة الغضب وتحسن إليهم وتستقبليهم استقبالا حسنا وتسأل عنهم وتدعو لهم بالصلاح والهداية هذا هو الواجب وهذا ليس من النفاق إنما هذا إن شاء الله من مجاهدة النفس وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا قريبا منه فيدخل عليه الرجل فيبش له النبي عليه الصلاة والسلام ويهش يعني يحسن استقباله عليه صلوات الله وسلامه ولما يخرج الرجل يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه بئس أخو العشيرة فهل كان النبي ينافق هذا الرجل عليه الصلاة والسلام أبدا لكنه يعلمنا مجاهدة النفس ومغانبتنا لما قام في القلب بأن نكتم هذا الغضب في داخلنا ونكضم هذا الغضب في الداخل لكن في الظاهر نحسن المعاملة ولا نسيئها والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد بنتنا المتصلة والدتها تعاركت مع خلها وقالت يحرم علي بيتك والآن الأمور هدأت تقريبا يعني حصل صلح والصلح خير وهذا شيء طيب وعدت روحي 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 أولا وصلي رحمك مع أخيك أولا أيتها الأم الكريمة وبعد هذا إن شاء الله يكون عليك أمرين الأمر الأول الاستغفار لله عز وجل لأنك كلمة تحرم علي لا يدية انت أجرتها مجرى اليمين والقسم والحلفان فده حلفان فده حلفان بغير الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت فالأول نستغفر بعد ما نروح طبعا نستغفر الله سبحانه وتعالى وبعدين نكفر عن هذا بإطعام عشرة مساكين إذا كنت مستطيع للإطعام أما إن عجزت عن إطعام عشرة مساكين فعليك أن تصوم بديلا عنها ثلاثة أيام إما متتابعة وإما متفرقة كلاهما يجزئوا إن شاء الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه برضو الأم مسكينة سامحيني بقى على الكلمة دي برضو تعاركت مع الزوج لأ ده إحنا كده واضح إنه الأم عندها دفعت الانفعال شوية ودفعت الغضب شوية والصدر بيضيق أحيانا مع النقاش مع أخوها وإلا مع الزوج وده غلط يعني دي نصيحة جانبية لأختي النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل قال يا رسول الله عظني قال لا تغضب طيب عظني تاني قال لا تغضب طيب تالت قال لا تغضب فيكرر له النصيحة لا تغضب لا تغضب لا تغضب لأنه الإنسان عند الغضب يغلق قلبه ويغلق عقله ويجري الشيطان على لسانه بعد ما يفوق هو أنا إيه اللي أنا عملته ده ده أنا تخنقت مع أخويا ده أنا تخنقت مع الزوج ده أنا قلت تحرم علي ميتك وأكلتك وقلت للتاني يحرم علي قرشك وجنيهك هنعمل نفس العاملة دي برضو اللي هنعملها مع أخوها اللي هو خالك يا بنتي البنت السائلة الله يكنمها فالولدة هتعمل نفس اللي عملته مع الخال هتعمله مع الزوج هنستغفر الله عز وجل بعد أن نعيش الحياة الطبيعية ناكل ونشرب من قرش الزوج وبعدين نستغفر الله عز وجل ونندم على ما قد فعلناه وبعدين نكفر على اليمين إما بإطعام العشرة مساكين إذا استطعنا وإلا فإحنا هنصوم ثلاثة أيام أصلها حلفت على المصحف طيب وماله الحلف على المصحف مشروع فالمصحف هو كلام الله وكلامه صفته تبارك وتعالى هو كالحلف بالرحمن كالحلف بالرحيم كالحلف بالله وهكذا فالحكم واحد إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا عبد الناصر الله يكرمه بيسأل كافية صلاة الحاجة إحنا ما عندناش يا جماعة حاجة في السنة بالمسمدة إن هي اسمها صلاة الحاجة لكن شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه الإنسان منك هو يعني حيضع همومه فيني ويضع الشكواه لمين ده الشكواه لغير الله ماذا لك ما نقول إذن أنا لما يحزبني أمر ويشتد علي الكرب ألجأ لمين ألجأ لله تبارك وتعالى قم فصلي قم فتوضأ ثم صلي ركعتين نافلة نفل مطلق اسمه لله عز وجل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فنكسر في هذه الحالة الدعاء وحبذا لو كانت هذه النافلة المطلقة اللي الإنسان عايز يجتهد فيها في الدعوات أن تكون في الأوقات الفاضلة خاصة في جوف الليل الآخر في الثلث الأخير من الليل فيفوز الإنسان بالقربين القرب الأول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والقرب الثاني أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد بيسأل عن التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوفي آخر حبيب إذا قصدت التوسل بالذات النبوية الشريفة فهذا لم يبح كثير من علماء السنة والجماعة إنما لو أنك تريد التوسل الصحيح برسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل أحدنا اللهم بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم فرج عنا ما نحن فيه اكشف عنا هذه الغمة زوجني بزوجة صالحة ارزقني الذرية الطريبة ارزقني الرزق الحلال باركلي في أولادي باركلي في أهلي وهكذا اللهم بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم والأفضل من هذا أن يتوسل الإنسان بهذه الصيغة اللهم بحبك لرسولك صلى الله عليه وسلم فرج عنا ما نحن فيه اللهم بحبك لرسولك ليه؟ لأنه في فرق بين الحبين حبي أنا للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون حب ناقص ليس حبا كاملا أما محبة الله لرسوله فهي المحبة التامة الكاملة التي هي منزلة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوتي مرتبة الخلة عليه الصلاة والسلام كما آتاها الله وأنعم بها على إبراهيم أبي الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ليه لأنه إبراهيم خليل الرحمن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أيضا عليهما صلوات الله وسلامه والخلة مرتبة ومنزلة أعلى من مرتبة ومنزلة المحبة ليه لأنه ورد في الحديث حديث جندب ابن عبد الله في صعيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عشان كده الأفضل أن نقول على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم خليل الله أحسن من أن نقول حبيب الله عليه صلوات الله وسلامه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صديقه ولا قريبه ما بيصليش للآسف الشديد مضيع للصلاوات وبيحصل بينهم نقاش فأخونا عبد الناصر يقول له ده أنت كده كافر والرجل يقول له لا أبدا ده أنا مسلم بس أنا كسلان بس أنا مقصر بس أنا لا يا أخ عبد الناصر مقولتك مقولة شديدة لا ينبغي أن تصرح بها على هذا الشخص المعين أنه كافر لكونه ترك الصلاة مع التسليم بأن ترك الصلاة كسلا وتهاونا من أكبر الكبائر والعياذ بالله لأن الصلاة أعظم فرائد الله تبارك وتعالى العملية بعد التوحيد بعد الشهادتين وهي الركن الثاني مباشرة في أركان الإسلام لذلك ما ينفعش أنك تصرح هذا التصريح على الشخص المعين نحن نقول ترك الصلاة كفر لكننا لا نقول أن من ترك الصلاة الشخص ده كافر ليه؟ عندنا حاجة عند أهل السنة والجماعة اللي هم أتباع السلف عليهم رحمة الله تعالى التفريق بين حكم النوع وبين حكم المعين النوع اللي هو العمل نفسه أو القول نفسه هذا نصفه بالكفر إذا ورد به النص والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تركها فقد كفر فصرح بأن تركها كفر عليه الصلاة والسلام لكن حكم المعين اللي هو الشخص التارك للصلاة هذا لا نسميه كافرا إلا بعد أن نبين له الحجة وأن نحاول أن نهيئ نفسه وأن نشرح صدره للصلاة وأن ندعو الله عز وجل له أن يحبب إليه الإيمان وأن يحبب إليه الصلاة وأن نقيم عليه الحجة وأن نتأكد من أنه ليس جاحدا منكرا لفرضية الصلاة ليس مستحلا لترك الصلاة في فرق بين الاستحلال العملي اللي هو ترك به الصلاة والاستحلال القلبي اللي هو أنكر به فرضية الصلاة جاحد به فريضة الصلاة الجاحد لفريضة الصلاة المنكر لفرضية الصلاة حتى ولو صلى 24 ساعة في 24 ساعة فهو كافر بإجماع المسلمين إنما تارك الصلاة الذي لا يجحدها ولا ينكر فرضيتها فإنه لا يكفر إنما هو فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر وهذا مذهب الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية وهو قول أيضا عند الحنابلة على الجميع رحمة الله تبارك وتعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا عبد الناصر الله يكرمه وربنا يشفي وعفيه الراجل بيقول أنا عندي وسواس قهري نسأل الله عز وجل أن يشفيك منه أن يعفيك يا رب شفاء لا يغادر سقما ومرضانا ومرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه غالب هذا الوسواس بمزيد من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغالب هذا الوسواس يعني اغلبه يعني بمخالفته أنت بتتوضى بيقولك أنت كده ما توضيتش عمنا توضيت خلاص اخسأ للشيطان يعني بسبب الوسواس ثم حاول حاول أن تستعين بأحد الأطباء في أمراض النفسية والعصبية يعني يساعدك على الخروج من هذا المأزق لكن في النهاية بيسأل ليقدر يصلي الفجر بعد طلوع الشمس وطبعا أنا لو ما صلتهش قبل الشروق حتما ولزما إن أنا أصليه بعد الشروق بعد طلوع الشمس لكن شتان بين من صلى قبل الشروق فأدرك الوقت في حينه وبين من صلى بعد الشروق فكان هذا بعد فوات الوقت عند كثير من أهل العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح معنى ذلك أنه هو مش هيدرك ركعة على الأقل قبل أن تشرق الشمس إنه صلاة خرجت عن الوقت وهو الآن يصلي قضاء ولا يصليها أداء فاستعن بالله واجتهد قدر ما تستطيع حتى تصلي الفجر في حينه قبل شروق الشمس نسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد بنتنا المتصلة تقدر تقرأ القرآن بدون وضوء يا ليتنا نبدأ القراءة على وضوء لأن ابتداءنا للقراءة في القرآن الكريم على وضوء خاصة مع مس المصحف يعني القراءة من المصحف هذا شيء مستحب ويكره للإنسان أن يقرأ وأن يمس المصحف من غير وضوء اسمه إيه؟ كراهة مش حرام لا اسمه كراهة يكره له ذلك ويستحب أن يكون بادئا قراءته على وضوء فإن انتقد الوضوء أثناء القراءة ربما يكون الإنسان في هذه الحالة معذورا فإحنا بنتكلم على الأفضل أن نكون على وضوء أما إذا لم يتيسر لنا الوضوء ممكن نتيمم في هذا التوقيت لو إحنا بره في الشارع ولا في الشغل ولا في الميكروباس ولا في السيارة أو في شيء في القطر مثلا ممكن نتيمم ونقرأ أيوة ممكن نتيمم ونقرأ عشان نعمل المستحب اللي النبي أرشدنا إليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه الرجل فألقى عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يرد النبي عليه السلام حتى تيمم ثم رد عليه السلام وقال للرجل إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت هدبالك أن أذكر الله على غير طهر كرهت أن أذكر الله على غير طهر وهو يقول له إيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكيف بقراءة القرآن إذن الأفضل نكون على طهارة إلا لو تعذرت الطهارة والوضوء يعني فيجوز في هذه الحالة لأن الكراهة يبدو أنها كراهة تنزيه ليست كراهة تحريم والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد بنتنا بتقرأ القرآن وبتحاول تختم لحد قبل رمضان فاضل جزء ولا تنين من الختمة بتاعت شعبان في رمضان هبدأ ختمة جديدة لا عبدان ليه ختمة جديدة نبدأ في رمضان إن شاء الله نكمل على الختمة اللي معانا وبعدين نبدأ إن شاء الله ختمة تانية ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ختمتين ثلاثة في رمضان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد بنتنا كان سؤالها التالت بتقرأ القرآن والمؤذن الله أكبر الله أكبر نعمل إيه نكمل القراءة ولا نستنى نردد الأذان مع المؤذن لا لكل وقت عبادته المستحبة أو الواجبة لحظة ما نسمع الأذان نبطل القراءة ونمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن وهذا القول عام لللي بيقرأ واللي ما بيقرأش إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن يرجع لقراءة القرآن مرة أخرى يبقى حصلنا الخيرين خير القراءة في حينها في حينها وخير الترديد الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الأذان والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على النبي محمد سؤالها الرابع طبعا ده مؤرقها جدا ومزعلها ومطيش دمخها طبعا أكيد بنت خالة الزوج هم كده مش محارم مدام دي بنت خالته هو محرم مع خالته مش مع بنت خالته لكن الزوج لما شافت الزوج شافت الوضع ده بيسلمه بالأحضان وبالمعانقات وبالتقبير والكلام ده وإزاي أنت تعمل كده وإزاي دي بنت خالتك مش خالتك وإزاي ده غلط ده حرام قال لها لا دي أختي في الرضاعة شوف يا بنتي لو كانت فعلا أخته من الرضاعة فهي كأخته من النسب لو كانت أخته من الرضاعة فإنما هي زي أخته من النسب تماما زي أخته بنت أبوه وأمه إنما إمتى العلماء يقولوا خف شوية بلاش يعني حكاة المعانقة يا سيدي سلب بالمصفحة بلاش المعانقة وبلاش أكتر وأكتر التقبيل لما يكونوا شباب لمضمة يعني ضرء الفتنة لأنه برضو هو في النهاية شاب وهي في النهاية شابة فلا نريد أن يقع الشيطاء يوقع الشيطان بينهما ولو لحظة عابرة فتنة ما فالزوج يخف وبنت الخلق برضو تخف بدل المرة مرتين شوية شويتين ثلاثة أربعة ليلة بعد شوية هتتزوج ممكن تكون الآن آنسة هتتزوج بعد كده فالزوج مش هيقبل هذا هتقول له ده أخويا من الرضاعة قول لها بلى أخوك من الرضاعة بلى مش عارف إيه فلا تثيري في نفس هذا وذاك شيئا من الفتن خاصة أكيد عندها فكرة إن الزوج غيرانة ومش قبل الكلام ده وبرضو تتخلي عندها شوية كده زي ما يقوله خوف من الله سبحانه وتعالى وضرء المفسادة أولى من جلب المصلحة لكن خد بالك لو الزوج تمسك وقال أبدا دي أختي من الرضاعة ما فيش كلام ولا عندي فتنة ولا عندي غيره وفي هذه الحالة من قدرش يقول له حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث المشهور قال يحرم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد بنتنا المتصلة كانت بتقول أنه في بداية الزواج يعني لم يرزقوا بالإنجاب فيعني قالت إن شاء الله بإذن الله مع الزوج أنه صوم الاثنين والخميس في رجب وشعبان عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الإنجاب وهي ما زالت ما شاء الله مكملة بقالها سنين بتصوم الاثنين والخميس في رجب وشعبان من حسن مبدأ الكلام ده صح؟ طبعا صح فيس مشكلة يعني إحنا عايزين نجتهد في هذا الشهر الطيب المبارك من أشهر الحرم وكذلك شهر شعبان أكتر وأكتر على الأقل ده تهيئة لرمضان وقد كان هادي عليه الصلاة والسلام من أكثر من الصيام في هذه الأيام أيام رجب وأيام شعبان لكن هي في النهاية حست إن الموضوع هيتقل علىها شوية أو إن هي عايزة تخليه نافلة بدلا ما يكون وفاءا بالنذر فعملت إيه؟ كفرت عن النذر بصيام ثلاثة أيام وبالتالي هي الآن بالصملة الخميس على أنه منافلة وهدي نبوي شريف كما هو معلوم صح كده؟ عين الصح بارك الله فيك وربنا يتقبل منا ومنك طيب كان بنتها إن شاء الله بإذن الله عشان البنت يعني ربنا نرزقها بالحمل والإنجاب قالت هصوم شهر شكر الله عز وجل يطرد نذر ولا شكر؟ اللي اتنين نذر وقربان وشكران لله تبارك وتعالى فالواجب عليك أياتها الأخت السائلة الوفاء بنذر وصيام الشهر وإذا لم تستطيعي فعليك أن تكفري عن هذا النذر بكفارة يمين أيضا يعني حتى تتخلصي من هذا النذر وإن كان الأفضل والأبرأ للذمة والأحوط إن حضرتك تصومي الشهر ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك سؤالها الأخير بنصلي الفجر ونقول الأذكار هل ده ينطبق علينا من صلى الفجر في جماعات ثم قاعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس إلا كانت له أجر حجة وعمرة تامة 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 أنا مع من حسن الحديث وأثبته وبالتالي للنساء نصيب في الحديث إذا فعلوا ما يفعله الرجال في المسجد إن أتيح لهم ذلك يصلوا الفجر وبعدين تقعد في مصلاها لا تنشغل بشيء إلا بالأذكار لحد ما تطلع الشمس وبعد كمان طلوع الشمس بتنتظر مع الأذكار عشر دقايق ولا ربع ساعة وبعدين تصلي صلاة الضحى ركعتين ولا أربع فنسأل الله عز وجل أن يثبت لها نفس الأجر كانت لها أجر حجة وعمرة تامة 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 هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام بالفعل وقت حلقتنا قد انتهى نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرنا أجر هذه المتابعة وأجر هذا التفاعل من اتصالاتكم واستفساراتكم جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع لكن كالعادة لا تنسوا الدعوات لقناة الندى أن يقيل الله عثرتها وأن يقضي ديونها ولا تنسوها من دعمكم بأي نوع من الدعم سواء من الصدقات العامة أو الصدقات الجارية أو زكاوات الأموال أو غير ذلك من وسائل الدعم شكر موصول لفريق العمل جزى الله الجميع خيرا وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الرابعة عصرا لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وما أوسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أوسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا